الدوناتس وصفة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت محتاجة مننا شوي تركيز وكمان مقادير مزبوطة ان شاء الله النهاردة جايلكو بوصفة دوناتس الامريكية الاصلية ان شاء الله مقادير بسيطة وسهلة هقولكو على كل اسرار الدوناتس عشان يطلع معاكم الخط الابيض اللي في النص ده ازاي نسويها صح ازاي نعاير مقاديرنا مزبوط علشان تطلع معانا احلى دوناتس وكمان الناس اللي بتشتغل اونلاين انا شفت كزا كومنت عندي للناس اللي بتشغل اونلاين ازاي تصعروها وتطلعوا سعر البيع وهي مش الربح بتاعكم بما يرضي الليه هتشوفوا ان شاء الله معايا كل ده في الفيديو دوناتس النهاردة ان شاء الله مش شربة زيت اطلاقا خفيفة وهشة وبدون تخمير مجرد بس بنريح العجينة بتاعتنا الوصفة دي كنز والله يا جماعة اعملوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا جدا ولو بتشوفوني الاول مرة ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا كمان لايك والشير للفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احلى دوناتس على اليوتيوب كله بس اللي يا رجاء ياريت تشوفوا الفيديو للنهاية لان فيه تركات صغنة خالص لو فاتتكم ممكن الوصفة ما تثبطش معاكو قوي يلا بينا في البداية كده انا هختبر الخميرة بتاعتي عندي نص كبات مية دافية وكيس خميرة فورية ده وزنه 12 جرام هيكون عندي كمان معلقة صغيرة من السكر مأخوزة من معلقتين كبار يعني اللي في الطبق دول كانوا معلقتين كبار خدت منهم معلقة صغيرة نشطت بيها الخميرة هسيب الخميرة بقى تخمر على جنب كده واسيبها على جنب على ما نحضر المكونات الباقية عندي نص كيلو من الدقيق يكون دي مخبوزات او متعدد الاستعمالات وكمان عندي 80 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ حاسب لكم مأدير بالجرام وبالكباية واتنين صفار بيد وفانيليا وكمان الخميرة بتاعتنا انا واخد كمية الميا دي من 250 ملي يعني الكباية دي او المج ده 250 ملي اخدت منه نص كباية وباقي الميا هي في المج تمام يعني الميا مجموعها اكمالي الميا بتاعتنا 250 ملي اخدت نص كباية خمرت بيها الخميرة وطبعا عندنا معلقتين سكر اخدت منها معلقة صغيرة نشطت بيها الخميرة هحط على الصفارين البيت دول الفانيليا بتاعتنا وعلى الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح ونقلب الملح مع ديق كويس قوي وبعد كده هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا انا هعجل في العجين لان عجينة الدونتس بامانة بتحتاج عجن كتير جدا جدا زي زي الفطير كده لازم ننشط الجلوتن فيها حلوة قوي خليها نعمة قوي في بلت العجين حاطت الدقيق والسكر وصفار البطين والخميرة بتاعتنا هي نشط تهيو وتخمر التمام وحضيف بزء من المية ومش هضيف المية كلها علشان دي بتاعك دي بتاعك يعني نسبة المية دي متفاوتة طبعا هيفضل معانا الزبدة بس وبقية المية حاب تدين انا اعجن كده على آآ سرعة آآ بطيقة شوية اقلب بس الدقيق مع المية واشوف كده العجينة بتحتاج مية معايا تاني ولا استكفت فهي خدت معايا الميتين وخمسين ميلي كلهم بعد ما تعجنت حوالي تلات دقيق كده حبتدي ان انا انزل بالزبدة طبعا لو العجين مش متوفر اعجنه على ايديك وعادي خالص بس هتاخد معاك وقت شوية يعني يعني زوده عن عشر دقيق بحبة يعني ممكن اتناشر دقيقة خمستاشر دقيقة عجن تمام حنفضل نعجن كده العجين على زودت بقى الزبدة حطيت الزبدة بتاعتي وابتديت ان انا اعجن العجينة حلوة قوي 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 قعدت في العجين حوالي عشر دقيق كاملين وعلشان قلم كل دقيق بقى اللازق في الحلة فبضيف في الاخر معلقة من معلقة المعلقتين من الدقيق بتلم بقى العجينة كلها وبتزبط قوام العجينة جدا حاملة زي الاستك كده بالزبط ما بتتقطعش معايا خالص لو لسه بتتقطع معاكو ادوها عجنتين اخدتها كده بصوا هي تحسوا ان هي بتلزق انما هي بتلزق بس بتسيب ايدك او بتسيب الرخامة اللي بتاعجيني عليها بصوا كده القوام بتاعها عاملة زي الملبن بالزبط بصوا هي طرية وفي نفس الوقت شدة افضلوا عجينه لحد ما توصلوا للنتيجة دي عشان تحصلوا على دوناتس هش قوي ونعم بصوا كده انا بحاول لنا افرد لكم في العجينة وليبها يمين وشمال عشان تشوفوا قوامها عامل ازاي تبقى تريح لمدة ربع ساعة رشة من ديء كده في البولة وحاسبها تريح ربع ساعة بس حلو الكلام كده يبقى اتفقنا الدوناتس لازم ستحجن مزبوط جدا تمام بعد الربع ساعة هتكون خمرت شوية حبتدي اقطع بقى الحاجين بتاعي لكويرات صغيرة وزن كل كورة حوالي اربعين جرام يعني قد البيضة كده بالظبط وبما انه عندي ميزان وحبه يكون كل اللي دوناتس مقس واحد وشكل واحد فحوزن كل كورة اربعين اربعين جرام تمام ده يكون حجمها وسط شفتم معي في اول فيديو حجمها عامل ازاي بالنسبة لكافة في الايد يعني انا ايدي صغيرة عامتا فهي وسطية يعني مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي لو حابين تكبروها شوية خلوها خمسين جرام وزن القطع لو ميني صغيرة خلوها تلاتين فهي الوسط اربعين قطعت كل كويرات كده وحغطيها وحسبة ريح ربع ساعة كمان هبتدي بقى ان انا اكورها كور كده مستوية وملساء بصوا بالشكل ده كده بالمهزي السرة وبعد كده ببتدي ان انا اكورها بالشكل ده كده واكيد بين لكم جدا انا عملتوا كلوز قوي علشان تشوفوا حجم القطع وعملها ازاي ونشتروا ميزان يا جماعة هو مش غالي خالص بس بنفعنا جدا اول صفة هشتغل فيه هحط على وشه شوية من دي بس صغيرين خالص هياخد كده آآ كل كورة وحغرمها بسبعي كده يعني ادب بسبعي في النص واعد ادب فيها ادب فيها لحد ما اعمل سقب في نص العجينة بصوا وعملها بالشكل ده كده تاني عشان مقطع كان سريع انا مصرع الفيديو على قد ما اقدر عشان مبقاش طويل عليكم وتنسوش طبعا ورقة الزبدة علشان وحنا محطها في الزيت التخمير بتاحها ما يضيعش بعمل بسبعي كده في النص كده بفتح فتحة صغيرة وببتدي ان انا ألفها زي ايه يعني الصبعة ده والسبعة ده مع بعض كده بيلفوا مع بعض تمام لو مش حابين الطريقة دي معاناها سهلة جدا وما خدتش معايا وقت خلص في التشكيل ما عملناش طبعا فيش قطع معانا ولا اي حاجة تمام هنجيب كده اي حاجة اي طبق مثلا كبير شوية او بنضغط كده على القطعة وبناخد اي طب بتاع كريم شانتي وبنبتدي ان احنا نعمل الفتحة اللي في النص بتاعت الدونس المشهورة طبعا الطريقة دي بتبقى الدونس مبططة شوية والفتحة بتبقى باينة جدا إنما الطريقة بتاعت نعملها بسبعنا بتبقى الدونس مكلبازة كده وبصراحة ببقى شكلها حلوة هنغطيها بقى ونسيبها نص ساعة تخمر مرة كمان ودي المرة الاخيرة يعني قعدنيها ربع ساعة بعد العجن ربع ساعة بعد التقطيع ونص ساعة بس بعد التشكيل هنجيب بعض الزيت غزير وتكون درجة الحرارة هادية أسيب الزيت يسخن بس ما يسخنش درجة إنه يقدح لأ يكون سخن كفاية ونوطي النار خالص نخلي النار هادية خالص ونبتدي ان احنا ننزل بالدونس زي ما هو كده بالورق بتدينا انا شيل ورقة الزبدة بكله سهولة هي كبتشيل معي بسهولة وكل حاجة بس هنفوت تسيب خالص يعني تماما الممنوع قضى الغرض آآ ما تحاولوش تشيله قطعة العجين من الورق قبل قبل القلية لأن ممكن التخمير كله يهبط فهي دي لازمة الورق بصوا بقى شكل دونس ديت الدونس اللي انا عاملاها بالتب بص بتكون الفتحة اللي في النص دي باينة قوي اللي هي الشكل اللي في ناس بتحبوا اكتر من شكل الاوليني بس انا عن نفسي حبيت الشكل المكالبس ده بصوا شكلها تحفة ازاي اللي بالنسبة بقى لتزيين هيكون عندي هنا مربح حليب خففتها بمية سخنة وكمان عندي شوكولاتة مدوبة معلاش اي اضافات غير معلقة زيت بس باخد دونس بتاعتي كده واحطها في الشوكولاتة بصوا التحفة جميلة شكلها كيوت جدا والحجم ده مونسب قوي بالنسبة بقى للناس اللي بتشغل اونلاين عشان جاني كزا كومنت على الموضوع ده بصوا يا جماعة لما تيجوا تحسبوا حاجة احسبوا التكلفة كاملة احسبوا الغاز اللي انتوا استعملتوا احسبوا وقفة رجليكم يعني انتوا انتوا ترتضوا مكام بعد التكلفة الحاجة نفسها الخمات وكمان الغاز وكمان وقفتكم على الموعين يعني دي كفاية قوي حلو وتحطوا همش الربح اللي نسبكم في الناس بتحط مية في المية يعني انا لو كلفت الحاجة مثلا عشرة جنيه انا هيخد عليها عشرين جنيه في ناس بترتضي بكده وده طبيعي وعادي ومش حرام حلو حطوا بقى همش الربح اللي يعجبكم انا عن نفسي القطعة دي متطلعش بقى أقل من من عشرة خمستاشر جنيه تمام متكلفة فيها زبدة وفيها صفر بيض البيض غالي والشوكولاتة والحاجات دي بصتوا بقى المقطع ده بتاع الشكل ده بعمل كده خطوط بيضة فوق الشوكولاتة وبروح واجي بيت شوكة لحد ما نعمل شكل الوردة ده وتشكيل وتزيين ده بتاعكم بقى وانا حبيت اعملكوا حاجات صغنانة كده وبسيطة وبس دي كده دي كانت وصف الدوناتس النهار ده اتمنى يكون عجبتكم الوصفة دي هتعبت فيها جدا وقفت كتير قوي والمونتج خد من يواتي طويل ما عرفش ليه المهمة انا عايزاكوا تقدروا تعبين لان الناس بجد بتستخصر تحط لايك ما عرفش ليه فقدروا تعبنا لان بجد بنتعب قوي بصوا الدوناتس بتاعتنا بقى هشز دي وطرية بصوا كرمشتها وفردت معايا بكل سهولة وكلها هوا من جوة اتبع بقى الطريقة كده من الاول الاخر كده بنفس التكنيج كده ان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطة جدا جدا عملتلكوا اشكال بسيطة قوي من التزيين ممكن كمان اول ما طلعوا من الزيت تحطوه في سكر وقرفة بيبقى حلوة قوي الخط القابض اللي كل الناس بتدور عليه طلعوا معنا بكل سهولة طبعا اللي يوصل لحادي الفيديو يعني اخر الفيديو انا بشكره جدا جدا الفيديو طويل انا عرفة فما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتعملوا كمان شير ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتدوسوا على كلمة اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد على القناة ان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد كان معاكم شايماء حسن من قناة حلو حادق مع شايماء مع السلامة اشتركوا في القناة